مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها زوبعة محاكمة المحامي الشيوعي خالد علي وأنا وجدت عملية فانكوشية سأحكي لكم ما خلفها وما رأيها بالنسبة لمسألة محاكمة المحامي الشيوعي خالد علي بتهمة أنه عمل فعل فاضح وصورة مخلة بالأدف في الشارع لكن أنا هبدأ بتدوينة كتابها الأستاذ نزار غراب عضو البرلمان الشرعي فعد الرئيس مرسي يعني البرلمان الشرعي بعد الثورة وهو الأستاذ نزار لمن يعرف هو محامي أصلا يقول قابلني خالد علي وهو محامي في عام 2009 بمجلس الدولة اللي هو القضاء الإداري في مصر يعني بعد حصولي على حكم بحجب المواقع الإباحية المواقع إيلة الأدب وقال لي إنه سيكون معطعاً للحب دفاعاً على الحريات يعني خالد علي شايف إنه واحد ووحدة ولم أخذ يزنوا مع بعض هذا حرية وبعدين ما يكتفوش بإنه هم يفعلون فاحشة الزينة والإزنة والعيادة بالله بل إنه هم يصوروها بكاميرا ويضعونها على النت واليوتيوب وكده وخالد علي متضامن أيوة عشان أوريك بس هم اللي قاعدين يقول لك تضامنة مع خالد علي دول باتضامنهم عامين ما تضامنهم عشارون بالمرة يعني أنتوا زعلانين من شارون اللي أنا مش فاهم ما تضامنهم مع نتنياهو يا جماعة ما الموضوع الموضوع يا سادة خالد علي واحد من هو محام الشيوعي فاتح مركز هذا المركز يتلقى تمويل من أمريكا زيه زي السيسي هو السيسي إيه؟ بيتلقى تمويل من أمريكا وتمويل من إسرائيل والجيش الصليبي اللي نجد اللي يسموه جيش مصر ده صليبي عسكر الصليبي هؤلاء يتلقى تمويل من أمريكا فما الفرق بين애 وبين خالد علي ما فيش فاهم ده بيتلقى تمويل من أمريكا ده بتلقى تمويل من أمريكا فيه تمويل من أمريكا حلال وتمويل من أمريكا حرم كله حرام يا حبيبي وفواعي بياخد فلوس من إسرائيل لنه الحلال وأخد فلوس لنه حرام المهم عسكر الصليبي عمل لانقلاب تمرده على الرئيس المسلم حاجة كده زي التمرد الحاسم في عادة سيدنا بواقر الصديق تمرضوا بالسلاع على الحاكم المسلم اللي هو الرئيس مرسي في ذلك الوقت الرئيس مرسي هو بواقر الصديق في فترة الخيافة الراشدة انما بقى صار اسمه ايه الرئيس محمد مرسي بس الفاري بقى انه المتمردين في عادة بواقر الصديق هم نفس المتمردين نفس الاخلاق وناس وقال مسلح لكن بقى الرئيس مرسي مش هو بواقر الصديق فمن هنا بقى اصمر التمرد بتاعهم عن المجاز العصدي لكن التمره بتاعه وقر الصديق ما اللي كان ضده ولم يسمر عن شيء لان فيه خلاف كبير جدا فيه عقليات من يحكم هو وقر الصديق الراجل من المؤسس الدولة الإسلامية وكان راجل صديق الرسول صلى الله عليه وسلم معه لحظة بلحظة في كل شيء يعني فهو اللي فاهم الإسلام فعمل الإسلام بقوله حرفية فلذلك فشل الانقلاب العسكار انما احنا عندنا النهاردة دقون كلها ملاحي قيمة المهم دقون بلاستيك دقون ده كان في جماعة منهم رحين عاملين راحوا للمخابرات خدوا إذن نعمل مؤتمر وانتخابات وابتاعه ونطلع نلتك بيانه وكده بالتنصيب كل حاجة ولا قاله كلمة الإسلام والله يجب تكرون انتم مسلمين يعني انا مش عارف ايه المهم ففي قصة هذا المحام الشيعي خالد علي عسكر الصليب عمل انقلاب تاتا يوليو طب وخالد علي كان في ايه كان في الانقلاب طب هل تاب خالد علي يعني خالد علي ده تاب وقال له والله انا غلطان يا جماعة وانا عدت الحق وعدت الى الاسلام وعدت الكده واحنا اخلنا الرجل المسلم والحاكم المسلم واخلنا الشعب المسلم لا ما باحث أمن الدولة بتزار الانتخابات والعسكر لما ما باحث أمن الدولة ما عرفيش الزار الانتخابات عشان يمنع محمد مرسي منصول الحق فالعسكر قال لك خلاص احنا نلغي الانتخابات أصلا وخالد علي قال لك نلغي الانتخابات فكلهم شيء واحد ولو خالد علي حكم ولا حمدين صباح حكم مش كان بولك حمدين صباحي مع الثورة وبعد كده حمدين صباحي اللي قال لك تصام ربعة مسلح وانا بريك ليه موجد التضامن مع خالد علي لأنه في تعليمات جاية من أمريكا ان الكل يتضامن مع خالد علي كيفا بس خلاف قضية خالد علي هو كما جاء في الفيديو خالد علي عمل إشارة موسيقى خادشة للحياة ودي تهم قضاء السيسي في حاجة ولا تتتعريف طب ما السيسي بيعمل لاسوع من كده وبيجيب النسوان قدامه ورؤس يا بيت تهز في جسمك ويقعد بس الجسمها والرجليها ويعني وبطنها ويعني يعدي بس العارات أسوأ من اللي عمله خالد علي ده اللي بيقوله استعلن طب ما أفلام السينما كلها مشاهد مخلة بالأداب وإباحية وزينة وفحش وخمور خالد يوسف والغير والغير حد قال له ده خدش الحياة لا إذن قضية خالد علي ليست خدش الحياة لما نحن أمام احتمالين لثالث ألف الاحتمالي الأول أن جاي انتخابات بتاع نظام الانقلاب العسكري الصليبي التمثيلية بتاع 2018 تمثيلية بتاع 2018 قد يدخل فيها خالد علي فبالتالي نظام السي سي عاوز يوجد لخالد علي قضية تمنعه من دخول هذه الانتخابات خالد علي دخل الانتخابات ضد رئيس مورسي في الانتخابات الرئاسة اللي فاتت فانا قلت لنفسي ما هذا يعني حتى ما رفش يجيب 30 ألف توكيل طب انت دخل ليه وبعدين فجأت ناس واحد صحيق صديقنا إعلامي قال لي ده أمي انتخابته قلت لي خربت السنينة يا كلا ده مشيوع وبيفتر في النهار رمضاء قال لي انهر قلت له الموقت يا خربت السنينة أم أم بقى ستة غلبانة ما تعرفش بقى فقراء والمساكين وراجل بالكامر فقراء والمساكين ما تعرفش حاجة المهمة فالسيسي يريد منعه مثلا من الدخول فمش هيقول له أنت بتاخد تمويل من أمريكا لأنه السن مقدرش خباط في أمريكا ومش عاوز وبرده خلي بالك فيقوم يعمل له القضية دي القضية دي بتعمل حاجتين أنه ممكن تدي للاجبة الانتخابات الرئاسية أنه ما ينفعش الرئيسك بورا يكون خدش الحياة تب حاجة بخيلة بالشرف فيستبدوه والأمر الثاني هي غير ذات قيمة يعني هي هنا السيسي بيخدم خلد عليه أيضا سواء استبعد يم بس تبعد والنظام اطهده وإن سمحوا بدخوله سمحوا بدخوله إنما هم اللي عاوزين يطلقوا حاجة للخلد علي يطلق عليه مكالمات تليفونية يطلق عليه سدهات يعني أنت رايح تمسك في استعمال اللي شعرف إيه طب ما تشوف سدهات أكيد عندك سدهات قد كده وعندك مكالمات تليفونية قد كده يعني عندك حاجات تعور حاجات توقع حاجات تركح لو هو مثلا بيطلع التسريبات الخيبانة بتاع البردع هي دي اللي عندك ما عندكش فيديوهات للبردع ما عندكش سدهات للبردع خلي مرتضى منصور يطلع بالفيديوهات ولا بسدهات لا لأن ده منظومة واحدة الاحتمال الثاني هو إن النظام العسكري السقليب العلماني إنما يلمع المعارضة في حاجة المخابرات الأمريكية أمرت بها تعهد مبارك كجزء من محاربة الطيار الإسلامي هو خلق طيار الإخواني المسلمين في مصر في فترة حكم الرئيس مرسي لو استمرت الأمور كان مين هتبقى المعارضة بتاعتهم حزم سلحة بإسماعيل وحزبه ولاد أبو إسماعيل كان هتبقى المعارضة السيسي لما جه بيعمل له معارضة مين حزب الوافد والمصن الأحرار وسويرس صليبي والوافد والأسواني وحمدين صباحي وهكذا ومبارك كان عمل له برضه أحزان النظام الأمريكي إذا كان الحزب الجمهوري في الحكم يبقى حزب الديمقراطة في المعارضة النظام عمل كده عمل حزب وعمل معارضة بتاعته هم الاتنين النظام لكن ما بيخليش الشعيع هي المعارضة بتاع النظام خلي بالك يعني النظام بيخلق معارضته مش هيبقى هو نظام رأسمالي ومعارضته شعيعية لا مش هيبقى هو نظام إسلامي ومعارضته علمانية إن حاجة سيزة ده وضعي شاد المهم فأمريكا حطت المخابرات الأمريكية إنه يتم وده اللي كان حصل في عدد المعارضة الشعيعيين اللي هم معارضين لنظام عبد الناصر هم اللي كانوا بدراو في الإخوان المسلمين تحالف وما فيش مشكلة إنهم بيطلعوا هكذا يعني فبالتالي نظام السيسي أو المخابرات الأمريكية أمرت به ولذلك لما اقتحمت مباحث أمن الدولة وذهبت كصحف يشوف إيه الموضوع فكان من بين الورق اللي مرمع على الأرض وده أنا قرأته بعيني حدش حكالي عليه يعني نص محضر اجتماع لزامة أمن الدولة مع نعمان جمعة سكرتير عام حزب الوافد عام 1984 بعد ذلك أصبح رئيس حزب الوافد وينقل له بمدارة بينه وبين السفير الأمريكي في السفير الأمريكي جاء أوزار حزب الوافد والتقى برئيس الحزب وقات سراج الدين ونعمان جمعة حضر وأنهم مع السفير الأمريكي كانوا بيتفقوا على محاربة الطيار الإسلامي حزب الوافد المعارض بيتفق مع الأمريكان الصاليبيين كيف نقتلع المسلمين في مصر كيف نحارب المسلمين عرفت عبدالله بنوايا بن سلول لما كانوا بيحدهم على اليهود عشان نتفق زي نقتر محمدا صلى الله عليه وسلم ونقتر الرسول صلى الله عليه وسلم لا جديد تحت ضوء الشمس كفار الأمس أو بنفس الصفات لكن مسلم اليوم ليسوا مثل مسلم الأمس فالذي حدث فكان هو نعمان جمع اللي بيقول من بين الحالات الاتراحات مع السفير تقوية المعارضة العلمانية واليسارية اللي بيقول المعارضة الليبرالية واليسارية اللي هم العلمانيين لمواجهة الطيار الإسلامي يعني أنت النهاردة في مجلس الشعب في حلود حسن مبارك يطلع صبح صالح الإسلامي والله عص obraپس سلطان الإسلامي يتكلم عن مظالم المناطنين ولا نطلع عمى النور العلماني لا نطلع أي منور العلمان فبحيث أن أنت في الآخر تلاقي من اللي بيشتن في النظام خالد يوسف من اللي بيشتن في النظام عبدالحليم أنديل بتاع كريمة من اللي بيشتن في النظام علي الأسوان من اللي بيشتن في النظام ويل إبراش من اللي بيشتن في النظام إبراهيم إيسا إبراهيم إيسا كان عامل له برامج ديني في عهد يوم ما كان بيشتن مبارك ومبارك الدكتاتور وعامل له جرنان في مصر بيطلح في مصر عادي خالص ولما سقط مبارك فوجينا ان ابراهيم عيسى بيدافع عن مبارك الله تكون تمثله علينا ولا اجمعنا وخلي بالك ان معارضة ابراهيم بحيسى الحسن مبارك كيتاشرس بمعارضة خايد علي السيسي ان ابراهيم عيسى الشيوعي وخايد علي الشيوعي ما انا بقولك المسألة ام البيت امها اتخنق فما تخلكش انت بقى العبيد في الزفة الحقي لا انت يا ام على الحق لا انت يا بنت على الحق يا ام الحق انما في تعليمات من امريكا لابد نقرر وانا اعترف لمن يمول هذه القنوات الفضائية مخاورات الامريكية مدية تعليمات لمويل القنوات الفضائية تكلفوا المرتزقة اللي بيطلعوا بالليل مقدمات نارية عن التضامن عن خالد علي السيسية خاف من خالد علي الحكومة ترتعب من خالد علي العسكر الرجلهم خبطت من خالد علي فيخلق تعاطف مش مع عصام سلطان مش مع حزم صلاح ابو اسماعيل بتقضيتك مش هي كده لما خالد علي لو امريكا جات في وقت من الاوقات ايه اللي حصل يا مجاعة في مصر للفترة اللي فاتت كان فيه ضد حسن مبارك كان فيه ايمان نور طب ايمان نور شعبيته انهارت لما جينا في عد الناية حسن مبارك ايمان نور انهارت خالص كل اوراق ضاعت ما عندش عنده اي وراء كشفت ووجدنا انه حتى بعد ثورة يناير 25 يناير لما حصل انتخابات حرة ونزيهة فين حزب ايمان نور بخ مفيش طب ايمان نور فين في انتخابات الرئاسة ولا حزبه فين في انتخابات الرئاسة مفيش ملوش وجوه حتى لما جيه الرئاس مرسي وكذا وانتخابات مجلس الشعورة حتى حزب ايمان نور دخل كده ضم فالامريكا لما وجدت ان الطيار العلماني في مصر لم يعد له ممثل لان كان بتقدم ايمان نور او ايمان نور كان بيبدو كده ان هو الرجل العلماني المعارض للنزام فامريكا بدوله خلاص كده النظام مطمئن فيه نظام علماني وفيه معارضة بتاعت وبقيدة النظام في حاجة امان اذا وقع ده هيطلع ده ما الذي حدث لما امريكا لقيت ان المبارك بيقع والشعبي هتقوم ثورة وفي نفس الوقت العلمانيين اللي هيمفروض يمسكوا مقال نظام اللوهي من نور ونزلي مفيش خالص ما نومش وجوده على الارض هنا امريكا عملت ايه ارجع بردع مصر هرجع البردع وغاد حوو الشجاعة ونطع الكلمتين اللي قالهم وراح مسجد الاستقامة اول مرة تشوف ويصال الجمعة في الجامعة يعني حد منكم شايف البردع بيصال في جمعة يعني اللي هو بيصال في جمعة مثلا ممكن حد يقوله ناخد جنبك سوريا دكتور اي حاجة حد الصور بالمحمود يعني المهم وخب بعض وروح يعني لازل ولا مات في السجن فقال لك البردع هو مرشح الصور طب محمد بديه المرش العامل اخوان المسلمين طب الدكتور محمد مرش اللي كان اليومها في السجن قائد الصور اللي كان في السجن اصلا المهم هنا امريكا عدت لك البردع ايه اللي حصل البردع راخر ان كشف للصور والحاجات وكذا وكذا واسرائيل فسقط البردع امريكا بعملت ايه شفيق عمر سليمان عمر سليمان برضو الاعلام كشف ورق خلال دخل بشفيق وحمدين صباح وعمر موسى حالا حمدين وشفيق وعمر موسى دول انته طلعنا بمين طلعنا بخلق دعالي وهكذا دا ولي السؤال بقى احنا هنتنين كده مجغولين بخلال علي والسيسي وحمدين وعمر موسى وايمن نور مبارك وكل هذه المسرحيات يعني انت انت امام مسرحية انا مهمتي انا كشعب مسلم اسقط لانقلاب العسكر الصليبي تماما ولما اسقطوا اقوم انا النظام بتاعي بالمعارضة بتاعتي مشان استنى نظام علماني عسكري علماني عامل له معارضة علمانية معارضة بس ارجو مشاهدة ان احنا ما نعود شيء اه اه اصلي اخاذ علي يعني تعزب اتعلق على رجله دولك حاجز 24 يعني اتحاجز رععت في مقتى مأمور الاسم ولا كذا وشرب شاي اهو بسموسة وروح احنا كنا ايام حسن بارك وقلنا اصعافين وانا خريج كلية اعلام قابعة القيار فكانت دكاترة في كلها يعني دائما يقولنا هتتسجنه وهل هتطلعوا رجالة لما هتتسجنوا ولا لا وهنشوف كنت رجالة ولا هتخافوا ولا كذا ولا هتخافوا في رأسي التحرير ولا يعني المهم كانوا يمهدوننا نفسيا لمسألة السجن والحبس وما الى ذلك فايا مبارك كان الواحد مستعدي نفسيا انه يتحبس لان مبارك ايام كان الصحفين يتحبس حتى يعني ما كانش حبس لما حتى يحصل حبس لم تكن كصحف تعدب او التعذيب ما كانش بالمرارة اللي موجودة حاليا في ايه يعني ايه يعني الحبس ايه يعني اهردت حبس ثلاثة ثلاثة يعني في ظروف مثل ظروف حبس ايام حسن بارك ولا حاجة يعني مش قصة طالما ما فيش تحزيم خلاص انا بقول لك او احنا وانا كنت معارض برات عديلة للحبس يعني لك ربنا سلم وانا موهدين نفسيا ان الحبس ده رجال مش قصة يعني انما هو بقى هيتعذب زي بتوع ربعة وكذا ويعلق بالسقف وكلام منه لا طبعا ارجو مشاهدين ان تبقونا الصورة قد وضحت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة